داب سكان باب مراكش بالدار البيضاء النساء والاطفال خاصة على التوجه الى حديقة الجامعة العربية للترويح عن النفس المكان متنفس حيوي لسكان باب مراكش ومنهم السيدة ارقية بنت عمر ذاك الثامن عشر من مارس من العام خمسة والفين كان يوما مشمسا ربيعيا بامتياز وكان سكان الدار البيضاء ومنهم سكان باب مراكش قد الزموا بيوتهم لغزارة الامطار التي شهدتها المدينة ولذلك كانت حديقة الجامعة العربية يومها غاصة بالمتنزهين الاطفال يركضون في كل الاتجاهات يصرخون ويضحكون ويمرحون بينما تشكلت حلقات للنساء في ارجاء الحديقة كانت السيدة ارقية بنت عمر قد صحبت معها طفلها في السنوات الخمس وبينما كانت منهمكة في الحديث مع مجموعة من النساء غاب الطفل عن نظرها تفطنت الى الامر وقامت مسرعة تناديه لم يكن يجيب توجهت الى زاوية من الحديقة ذات اشجار كثيفة تراء لها واقفا اسرعت اليه كان مفزوعا وما ان اقتربت حتى اكتشفت هول ما افزع الصبي على الارض بين كومة من الازبال جثة ممددة على الارض جثة رجل اكتسحت وجهه جيوش من الحشرات كانت جثة متعفنة صرخت ارقية باعلى صوتها فهارع اليها المتنزهون والمرة ابلغ احدهم الشرطة حضر الى المكان العميد رئيس الدائرة الثانية استمع الى اقوال السيدة ارقية بن تعمر هاتث ممثل النيابة العامة وطلب حضور الطبيب الشرعي ومصلحة التشخيص القضائي وسيارة لنقل الاموات قام بما يمليه القانون في مثل الحالة القائمة في حديقة الجامعة العربية لحظ الطبيب الشرعي بعد معاينة اولية للجثة ان الوفاة تعود الى سبعة او ثمانية ايام خلت وانها ربما نتجت عن اصابة بادات حادة في جهة القلب كان ضروريا اخضاع الجثة للتشريح للتأكد من ذلك التقت خبير التشخيص القضائي صورا للجثة في الوضع الذي اكتشفت عليه تعذر اخذ البصمات في عين المكان ولم يتم اكتشاف اي وثيقة تدل على هوية القتيل بعد تلك الاجراءات رفعت الجثة من مكانها بعد ان اذن بذلك ممثل النيابة العامة تم تفتيش المكان بعد ان اخلي من الجثة ومن الفضوليين في الجوار تم العثور على ورقة بيضاء بدت وقد طويت بعناية كان بها اثر دم كتبت على تلك الورقة خمسة ارقام اربعة منها متجاورة تسعة ثلاثة اثنان خمسة الرقم الخامس وهو الرقم اربعة كتب بمعزل عن الارقام الاخرى غير بعيد بقعة دم اخذت عينة منها الى مختبر الشرطة تقرر ان توكل القضية الى العميد احمد الساودي من الشرطة القضائية كان عليه ان يكشف هوية القتيل ويفك لغز الارقام الخمسة اكدت عملية التشريح ان الرجل قتل بوخز في جهة القلب سخرت فيه اداة حادة بطول ستة سنتيمترات بسبب حالة التعفن المتقدمة للجثة كاد يستحيل على فريق التشخيص القضائي رفع بصمات القتيل بجهد كبير تم رفع بصمة واحدة سليبة لم تكن الارقام الخمسة ارقام هاتف ولا ارقام تسجيل سيارة ازدادت حيرة المحققين ولكن بصيص امل ظهر فجأة كان بين اعوان الامن واحد على ابواب الاحالة على التقاعد كان قد اضاع زهرة شبابه مقامرا ما ان اطلع على الارقام الخمسة حتى رجح ان تكون ارقام ينصيب استحبه العميد الى مكتب بيع اوراق الينصيب الارقام الخمسة كانت الفائزة بالجائزة الكبرى في الاسبوع الماضي كانت قيمة الجائزة 35 مليون سنتين فتح امام العميد احمد الساودي وفرقته مسلك جديد في الثاني عشر من مارس ستة ايام قبل اكتشاف الجثة توجهت السيدة باهية بن تعلية التي تسكن في درب ميلا الى الدائرة الاولى للامن للابلاغ عن اختفاء زوجها عبدالحكيم بن رمضان البالغ من العمر 35 عاما منذ ثلاثة ايام قالت انها بحثت عنه في مستشفيات المدينة وفي محل بيع السيارات المستعملة في زنقة بوردو حيث يعمل ولكنها لم تعثر له على اثر اصدقاؤه ابلغوها انهم لم يروه منذ ثلاثة ايام السيدة باهية قالت انها زارت ايضا مستودع الاموات ولم تجده هناك تم ارسال مذكرة البحث الى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميمها محليا ووطنيا تضمنت المذكرة اوصاف الرجل وملابسه يوم اختفى بدت الاوصاف مطابقة الى حد كبير لاوصاف جثة حديقة الجامعة العربية اثبتت قراءة البصمة الوحيدة التي اخذت من الجثة ان القتيل هو المدعو قيد حياته عبد الحكيم بالرمضان موضوع مذكرة البحث ابلغ العميد السودي بالمستجدات بادر بالتوجه الى عنوان السيدة باهية بن تعليف دربنلا طلب منها الحضور الى مستودع الاموات علها تتعرف على جثة زوجها قالت انها زارت المستودع في السابع عشر من الشهر ولم تعثر على زوجها هناك الحى عليها الضابط كانت زيارتها مستودع الاموات يوما واحدا قبل اكتشاف الجثة لما حضرت تعرفت عليها ولكنها لم تذرف دمعة واحدة قالت كان مقامرا اغرقنا في البؤس علم العميد السودي ان للقتيل رفاقا كثيرين يجالسهم في مقهى الاصدقاء بزنقة بوردو مسلك القمار تبين الان كلف العميد السودي فريقا بالتقص حول من استخلص 35 مليون سنتيم من مكتب الينصيب وعهد الى فريق اخر التقصية في مقهى الاصدقاء حول اخر من رافق عبد الحكيم بالرمضان عشية اختفائه توصل الفريق الاول الى ان المحظوظ الذي فاز بال35 مليون سنتيم هو المدعو رابح بن عبدالله الذي يعمل في محل بيع السيارات بزنقة بوردو علم الفريق الثاني من نادي لمقهى الاصدقاء ان ثلاثة من مستخدمي محل بيع السيارات من الزبناء المداومين على المقهى وهم عبد الحكيم بن رمضان ورابح بن عبدالله وعمر بن عثمان بدى مسار البحث وقد تحدد الان سيتركز على مستخدمي محل بيع السيارات يجب استجواب رابح بن عبدالله وعمر بن عثمان الاخير صرح للمحققين بانه اقلع عن التعاطي للقمار بعدما خسر الشهر الماضي كل دخله ولكن صديقيه رابح وعبد الحكيم استمر في اللعب اضاف سمعتهما يتفقان على شراء ورقة ينصيب كاملة مناصفة بينهما بعد نصف ساعة التحق بمحل بيع السيارات رابح بن عبدالله ما انقدم العميد نفسه اليه حتى انتقع لونه وشحب استدرك من تلقاء نفسه انه مضطرب لانه يعاني من الارهاق باغته العميد وسأله عن صديقه عبد الحكيم بن رمضان رد بانه لم يره منذ ايام وانه متغيب عن العمل لاسباب لا يعلمها لم يسأله العميد عن جائزة الينصيب ولكنه استدرجه للحديث عن زميله عبد الحكيم قال انه لم يشارك في السحب الاخير لانه لم يكن يتوفر على مال تعلل العميد السودي بسؤال عن عبد الحكيم واستأذن في تفتيش درج رابح بن عبدالله اخذ منه نموذجا لاستمارة بخط يده كان الغرض مقارنتها بالارقام الخمسة التي كانت طي الورقة التي عثر عليها قرب جثة عبد الحكيم وضع رابح بن عبدالله رهن المراقبة وبعد يومين اكدت الخبرة ان الارقام المكتوبة على الورقة المحجوزة وتلك التي على استمارة محل بيع السيارات كتبها شخص واحد رابح بن عبدالله كان من كتب الارقام الخمسة لقد توفر للعميد احمد السودي الدليل المادي الذي كان يفتقده فبادر بالامر باعتقال رابح بن عبدالله لما احضر تم تفتيش جيوبه عثر بها على بطاقة تعريفه وعلى وصل بنكي بايداع مبلغ خمسة وثلاثين مليون سنتين كانت هناك اشياء اخرى منها سكين صغير في غمده اخذ العميد السكين فتحه وقام بقياس شفرته كانت بطول ست سنتيمترات تم ارسالها الى المختبر لفحصها اثناء التحقيق حاول رابح المناورة ادعى لما سئل عن الخمسة وثلاثين مليون انه تكتم على الامر حتى على اقرب المقربين اليها لانه كان يريد ان يقنع زوجته بانه تخلى عن التعاطي للقمار وان يدفع لها مصاريف الاسرة مطلع كل شهر انكر ان يكون عبد الحكيم شريكا له في الجائزة اصر على الانكار حتى بعد ان قدم العميد نسخة من الورقة الرابحة وكانت بخط يد عبد الحكيم رمضان الدليل الاقوى للضرابح بن عبدالله هو غمد السكين الذي اثبتت الخبرة ان به اثرا من دم عبد الحكيم بن رمضان حاول التماسك امام اسئلة المحققين التي كانت تنهار عليه ولكنه لم يصمت طويلا اعترف قال انه وعبد الحكيم كان يشتركان في شراء اوراق اليناصيب ولم يحالفهم الحظ على مدى سنوات للفوز بجائزة هامة في المرة الاخيرة اشترك في ورقة اليناصيب الفائزة ادعى رابح ان صديقه عبد الحكيم اراد ان يخص نفسه بقيمة الجائزة رافضا اقتسامها بل وحتى تسليمه ثلثها نشبت بينهما مشادة كلامية احتدت وتحولت الى اشتباك بالايدي كان عبد الحكيم ذا بنية قوية اسقط رابح ارضا استل الاخير سكينه ولحق به داخل حديقة الجامعة العربية هناك طعمه على مستوى القلب قال انه فجئ به يتهاوى على كومة من الازبال جرده من اوراقه ومن ورقة اليناصيب الرابحة غادر الحديقة ثم تذكر سكينه الذي بقي منغرسا في صدر عبد الحكيم عاد الى المكان كانت الجثة هامدة استل منها سكينه كان به اثر دم اخرج من جيبه الورقة التي كان قد دون عليها الارقام الخمسة مسح السكين والقى بالورقة كان على العميد الساودي ان يجد وثاقا اخر يطوق به الضمين ويستخلص من اقواله كان رابح قد اعترف بانه القى باوراق عبد الحكيم وراء السياج بناية في جوار حديقة الجامعة العربية وحده كان يعلم المكان بعد ان تم تضمين اقواله محضرا وقع عليها اقتيد رابح محاطا بتوق امني كان العميد الساودي قد اتصل بنائب وكيل الملك ابلغه بما توصل اليه وافضى اليه بانه قاصد الى حيث تخلص الضمين من اوراق الضحية بحضور نائب وكيل الملك وقاضي التحقيق لوقائع استرجاع اوراق القتيل كان العميد احمد الساودي يختم ملف قضية حديقة الجامعة العربية انجزت المهمة وللقضاء ان يقول كلمته اشتركوا في القناة